القانون 7 اجعل الآخرين يقومون بالعمل نيابة عنك ولكن احصل على الفضل دائما الحكم استخدم حكمة الآخرين ومعرفتهم وعملهم البدني الأساسي لتقدم قضيتك أنت لأن هذه المساعدة لن تقتصر على توفير زمن وطاقة نفسيين بل ستعطيك هالة شبه قدسية من الكفاءة والسرعة وفي آخر الأمر ينسى الناس مساعديك ويتذكرونك أنت فلا تعمل قط بنفسك ما يستطيع الآخرون عمله لك انتهاك القانون ومرعاته في سنة 1883 كان هناك عالم صربي يدعى نيجولا تيسلا يعمل في القسم الأوروبي من شركة أديسون القارية وكان مخترعا دامعا بارزا وقد أقنعه تشارلز باتشيلور وهو مدير مصنع وصديق شخصي لتومس أديسون لأنه يبحث عن حظه في أمريكا وعطاه رسالة تقديم إلى أديسون نفسه وهكذا بدأت حياة من البلاي والمحن استمرت حتى موت تيسلا عندما انتقى تيسلا بأديسون في نيويورك استأجره المخترع الشهير على الفور فأخذ تيسلا يشتغل ثماني عشرة ساعة في اليوم في إيجاد طرق لتحسين محركات أديسون البدائية وفي آخر الأمر قدم عرضا بإعارة تصميمها بصورة كاملة فبدأ لأديسون أن تلك المهمة ضخمة قد تستغرق سنوات طويلة دون أن تؤتي ثمارها ولكنه قال لتيسلا إن في هذا خمسين ألف دولار لك إذا استطعت القيام بذلك ورح تيسلا يعمل في المشروع ليل نهار وبعد سنة واحدة فقط أنتج نسخة من المحرك محسنة جدا كاملة مع عجزة تحكم وضبط آلية ذاتية فذهب إلى أديسون بالبشرة لتلقى الخمسين ألف دولار الموعودة فكان أديسون مسرورا بالتحسن الذي حصل هو وشركته على الفضل فيه ولكن عندما وصل الأمر إلى المال قال أديسون للشاب الصربي يا تيسلا إنك لا تفهم حس الدعابة الأمريكي وقدم له زيادة صغيرة في رتبه بدلا من ذلك وكانت الفكرة المستحوذة على تيسلا أن يخلق نظاما أو جهازا كهربائيا يعمل بالتيار المتراوح بينما كان أديسون يؤمن بنظام التيار المباشر فلم يكتفي برفض دعم بحوث تيسلا ولكنه قام في مبعد بكل ما في استطاعته لتخريبها فتوجه تيسلا إلى القطب الصناعي جورج ويستينغ هاوس في بيتسبيرغ الذي كان قد دشن شركته الكهربائية الخاصة فقام بتمويل بحوث تيسلا تمويلا كاملا وقدم له اتفاقية للحصول على حصة محترمة من الأرباح المستقبلية ولا يزال التيار المتراوح الذي طوره تيسلا هو النموذج القياسي المستعمل اليوم ولكن بعد أن تم تجيل براءة اختراع باسمه تقدم علماء آخرون للحصول على الفضل بهذا الاختراع زعمين أنهم هم الذين أرسوا له أسسه فضع اسم تيسلا في خضم هذا النزاع والتزاحم وصار عامة الناس يربطون الاختراع باسم ويستينغ هاوس نفسه وبعد سنة اشتبك ويستينغ هاوس في قضية استيلاء على شركته بعرض قدمه جون بيربونت مورغان الذي جعله يلغي عقد الحصة المحترمة من الأرباح الذي كان قد وقعه مع تيسلا وأوضح ويستينغ هاوس لذلك العالم أن شركته لن تعيش إذا اضطرت إلى دفع الأرباح له بكاملها وأقنع تيسلا أن يقبل ببيع براءة اختراعه كلها بمبلغ 216 ألف دولار وهذا مبلغ كبير بلا شك ولكنه أقل بكثير من قيمته الحقيقية أنذاك وهي 12 مليون دولار وهكذا قام الممول بسلب تيسلا وتجريده من الثروة ومن براءات الاختراع وبصورة جوهرية من الفضل في أعظم اختراع أنجزه تيسلا في حياته العملية إن اسم غوغليلمو ماركواني سيظل إلى الأبد مرتبطا باختراع المذيع ولكن القليلين فقط يعرفون أنه في إنتاج هذا الاختراع أذاع إشارة عبر القنال الإنجليزي في سنة 1899 كان يستعمل اختراعا سجله تيسلا منذ سنة 1897 وأن عمل ماركواني قد اعتمد على بحوث تيسلا ومرة أخرى لم يطلق تيسلا مالا ولا فضلا معنويا فقد اخترع تيسلا محرك توصيل وكذلك جهاز التيار المتناوب مما يجعله الأب الحقيقي للمذيع ومع ذلك لا تحمل أي من هذه المكتشفات اسمه وقد عاش وسط الفقر في شيخوخته وفي سنة 1917 أثناء سنواته الأخيرة في الفقر قيل له إنه سوف يتلقى ميدالية أديسون من المحهد الأمريكي للمهندسين الكهربائيين فرفض تيسلا تلك الميدالية وقال إنكم تقترحون تكريمي بميدالية أستطيع أن أنصقها على سترتي وأتبختر بها ساعة من الغرور الفارغ أمام أعضاء معهدكم إنكم تزركشون جسدي وتجيعون ذهني ومنتجاته الخلاقة برفضكم الاعتراف به رغم أن منتجاته هي التي قدمت الأساس الذي يقوم عليه القسم الأكبر من معهدكم التفسير يحتضن كثيرون وهما بأن العلم نظرا لتعامله مع الحقائق يترفع عن المنافسات الصغيرة الحقيرة التي تعكر صف باقي أنحاء العالم وكان نيغول تيسلا واحدا من أولئك الواهمين فقد كان يعتقد أن العلم لا علاقة له بالسياسة وزعم أنه لا يهتم بالشهرة والثراء وعندما طعن في السن قامت تلك الأفكار بتدمير عمله العلمي وربما أن اسمه لم يرتبط بأي اكتشاف معين فإنه لم يستطع أن يجتذب لأفكاره العديد أي مستثمرين وبينما كان غارقا في التفكير في اختراعات عظيمة سرق الآخرون براءات مقترعاته التي كان قد طورها فعلا وحصلوا منها على المجد لأنفسهم أراد أن يفعل كل شيء وحده ولكنه لم يزد على أن أرهق نفسه وأفقرها في هذه العملية وكان أديسون هو القطب النقيض لتيسلا ولم يكن مفكرا علميا أو مخترعا كبيرا وقد قال ذات مرة إنه لا يحتاج إلى أن يكون رياضيا لأنه يستطيع أن يستأجر عالم رياضيات دائما كانت تلك هي طريقة أديسون الرئيسة كان في الواقع تاجرا وناشرا يفتش عن الارتجاهات والفرص الموجودة على الساحة فيعثر عليها ثم يستأجر أفضل ما هو موجود منها في الميدان ليقوم صاحبها بالعمل له وكان يسرق من منافسيه إذا اضطر إلى ذلك ومع ذلك فإن اسمه معروف أكثر بكثير من اسم تيسلا ومرتبط باختراعات أكثر كذلك فالدرس هنا مزدوج إذن أولا إن الفضل في الاختراع أو الخلق يعادل في الأهمية الاختراع نفسه إن لم يتفوق عليه إن عليك أن تضمن نسبة الفضل لنفسك وتمنع الآخرين من سرقته أو من الصعود على أكتافك بالانتفاع من عملك الشاق ولتحقيق ذلك يتعين عليك أن تظل دائما يقظا وبلا رحمة وأن تكتم اختراعك بهدوء حتى تتأكد من عدم وجود نسور تعيش على الجيف محلقة فوق رأسك وثانيا تعلم أن تستفيد من عمل الآخرين لتعزيز تقدم قضيتك أنت فالزمن نفيس والحياة قصيرة فإذا حاولت أن تقوم بكل شيء وحدك فسترهق نفسك حتى التمزق وتهدر طاقتك وتحرق نفسك حتى الانطفاء وأفضل من ذلك بكثير أن توفر قواك وتنقض على العمل الذي أنجزه الآخرون وتجد طريقة لجعله ملكا لك الجميع يسرقون في التجارة والصناعة ولقد سرقت أنا بنفسي الكثير ولكنني أعرف كيف أسرق تماس آديسون 1847 1931 مفاتيح السلطة إن عالم السلطة يتحرك بآلية الغابة ففيه الذين يعيشون بالصيد والقتل وهناك أيضا أعداد هائلة من المخلوقات كالضباع ونصور الجيف التي تعتاش من صيد الآخرين وهذه الفئة الأخيرة وهي الأنماط الأقل خيالا غالبا ما تكون عاجزة عن القيام بالعمل الجوهري لخلق السلطة غير أنها تعرف منذ وقت مبكر أنها إذا انتظرت وقتا كافيا فإنها تستطيع دائما أن تجد حيوانا آخر يقوم بالعمل نيابة عنها فلا تكن ساذجا ففي اللحظة نفسها التي تتعب فيها نفسك بالعمل في مشروع ما هناك نسور جوارح تحوم فوقك محاولة أن تجد طريقة تعتاش فيها من عملك الخلاق بل وتزدهر وتنتعش من تطفوله عليه وليس من المفيد التدمر من ذلك أو إنهاك نفسك من الشعور بالمرارة كما فعل تيسلا وأفضل من ذلك أن تحمي نفسك وتشارك في اللعبة وعند ترسيخ قاعدة لصنطتك فانتصبح أنت نفسك من النسور الجوارح ووفر على نفسك كثيرا من الوقت والجهد والطاقة ومن قطبي هذه اللعبة يمكن تجسيد إحداهما بمثل المستكشف فاسكو نونيز دي بالبو الذي كان مسكونا بهاجس اكتشاف آل دواردو المدينة الأسطورية ذات الثراء الذهبي الفاحش ففي أوائل القرن السادس عشر وبعد مشقات لا حصر لها واحتكاكات بالموت وجد أدلة على إمبراطورية عظيمة وغنية إلى الجنوب من المكسيك فيما يعرف اليوم باسم بيرو واعتقد أنه سوف يجعل من نفسه هيرناندو كورتيز آخر بغزو هذه الإمبراطورية الإنكا والاستلاء على ذهبها وكانت المشكلة أنه عندما قام بذلك الاكتشاف انتشرت أخباره بين مئات من الغزاة الآخرين ذلك أنه لم يفهم أن نصف اللعبة يكمن في إبقائها طي الكتمان والاحتراس ممن حوله بشدة وبعد بضع سنوات من اكتشافه لموقع إمبراطورية الإنكا قام واحد من جنود جيشه نفسه هو فرانسيسكو بيزارو بالمساعدة على قطع رأسه بتهمة الخيانة ثم استولى بيزارو هذا على ما قضى بالبو سنوات عديدة من عمره في محاولة اكتشافه أما القطب الآخر في اللعبة فهو يعود للفنان بيتر بول روبينز الذي وجد نفسه في وقت متأخر من حياته العملية غارقا في طوفان من طلبات رسم اللوحات فخلق نظاما استخدما في استوديو الرسم الكبير عشرات من الفنانين البارزين الذين كان أحدهم مختصا برسم الثياب وآخر برسم الأرضية الخلفية وهكذا فأوجد روبينز منهم خطا كبيرا للإنتاج تم العمل فيه على لوحات كبيرة العدد في الوقت نفسه وعندما كان زبون مهم يزور الاستوديو كان روبينز يطرد منه رسميه المستأجرين طيلة ذلك اليوم وبينما كان الزبون يشاهد ما يجري من على الشرفة ينهمك روبينز في العمل بسرعة لا تصدق وبطاقة لا تصدق فيغادر الزبون وقد امتلأ هيبة لهذا الرجل الهائل القادر على رسم هذا العدد من التحف والروائع بمث هذا الوقت القصير هذا هو جوهر القانون تعلم كيف تجعل الآخرين يعملون لأجلك بينما تحصل أنت على الفضل وعند إد ستظهر وكأنك ذو قوة وسلطة شبه إلهيتين وإذا كنت تعتقد أن من المهم أن تقوم بالعمل كله بنفسك فلن تذهب بعيدا بل ستعاني مصير أمثال بالبو وتيسل في هذا العالم عثر على أناس لديهم المهارات والقدرات الخلاقة التي تنقصك فإما أن تستأجرهم بينما تضع اسمك فوق أسمائهم أو عثر على طريقة تأخذ بها عملهم وتنتحله لنفسك وهكذا تصبح قدرتهم ملكا لك فتظهر أمام العالم كأنك عبقري وهناك تطبيق آخر لهذا القانون لا يتطلب الاستخدام الطفيلي لعمل معاصريك استخدم الماضي فهو مستودع ضخم من المعرفة والحكمة وقد كان إسحاق نيوتن يسمي ذلك الوقوف على أكتاف العمالقة وكان يقصد أنه في اكتشافاته كان يبني على منجزات الآخرين وكان يعرف أن قسما كبيرا من هالة العبقرية المحيطة به يمكن نسبته إلى مقدرته الذكية على الاستفادة القصوى من بصيرة الذين سبقوه من علاماء العصر القديم والعصور الوسطى وعصر النهضة وكان شيكسبير يقتبس حبكات روائية وشخصيات بل وحوارا من بلوتارخ من بين كتاب آخرين لأنه كان يعلم أنه لا أحد يتفوق على بلوتارخ في كتابة الملاحظات النفسية الحاذقة والأقوال الضريفة والذكية كم كتابا اقتبسوا بدورهم أو سرقوا وانتحلوا من شيكسبير فيما بعد إننا نعلم جميعا قلة عدد ساسة هذه الأيام الذين يكتبون خطبهم بأنفسهم فكلماتهم ليس من شأنها أن تكسبهم صوتا واحدا فبلغتهم وفطنتهم وحضور بديهتهم أو ما هو موجود منها إنما يدينون بها لكتاب الخطاب فهناك أناس آخرون يقومون بالعمل بينما يحصل أولئك الساس على الفضل وإن معكوس هذه المقولة هو أن هذه سلطة متاحة لكل شخص تعلم كيف تستخدم معرفة الماضي وسوف تبدو كعبقري حتى عندما لا تكون في الحقيقة أكثر من مقتبس إن الكتاب الذين غاصوا في عمق تفاصيل الطبيعة البشرية وأساتدة التخطيط القدامى ومؤرخي غباء البشر وحماقتهم والملوك والملكات الذين تعلموا من خلال الصعوبة والمعاناة كيف يصرفون أعباء السلطة كل هذه المعرفة يتجمع عليها الغبار على الرفوف وأصحابها بانتظارك كي تأتي لتقف على أكتافهم ففطنتهم وتعابيرهم الذكية يمكن أن تصبح ملكا لك وبراعتهم يمكن أن تصير براعتك وليأتوا ليخبروا الناس أن أسلوبك مستعار منهم وليس أصيلا يمكنك أن تشق طريقك في الحياة بصعوبة مرتكبا أخطاء لا نهاية لها مضيعا الوقت والطاقة في محاولة عمل الأشياء من تجربتك الخاصة أو يمكنك استخدام جيوش الماضي ولقد قال بسمارك ذات مرة يقول الحمقى إنهم يتعلمون بالتجربة أما أنا فأفضل التعلم من تجارب الآخرين صورة نصر الجيف من بين كل المخلوقات في الغابة فإن حياته هي الأسهل إذ أن العمل الشاق الذي يقوم به الآخرون يصبح عمله وفشلهم في البقاء يصبح غذاءه ابقي عينيك مفتوحتين على النصر إذ أنه يحوم فوقك بينما أنت منهمك في عملك الشاق فلا تقتل بل شارك الشاهد هناك الكثير مما ينبغي معرفته والحياة قصيرة والحياة ليست حياة بدون معرفة ولذا فإنها نصيحة ممتازة أن تحصل على المعرفة من كل الناس وهكذا فإنك تكسب من عرق جبين الآخرين صمعة تجعلك عرافا بلتزار غريتسيان 1601-1658 الانقلاب هناك أوقات لا يكون فيها أخذ الفضل عن العمل الذي قام به الآخرون سلوكا حكيما فإذا لم تكن صمتتك راسخة بدرجة كافية فإنك ستظهر بمظهر من يدفع الناس عن الأضواء ولكي تكون مستغلاً لامعاً للموهبة يجب أن يكون مركزك ثابتاً لا يتزعزع وإلا فسوف تتهم بالخداع تأكد متى يكون السماح للآخرين بالمشاركة في الفضل مساهماً في خدمة أغراضك ومن المهم على وجه الخصوص أن لا تكون طماعاً عندما يكون هناك سيد أو أستاذ فوقك كانت زيارة الرئيس ريتشارد نيكسون التاريخية إلى جمهورية الصين الشعبية فكرته هو في الأصل ولكنها ما كانت لتنجح وتتحقق لولا دبلوماسية هنري كيسينجر البارعة ومع ذلك فعندما حان وقت أخذ الفضل ترك كيسينجر نيكسون بحذق يحصل على حصة الأسد ذلك أنه كان يعلم أن الحقيقة ستظهر في وقت لاحق ولذا كان مهتماً بعدم تعريض موقفه للخطر على المدى القصير عن طريق اقتطاع ما هو أكبر من حصته من الأضواء وهكذا لعب كيسينجر لعبته بخبرة فأخذ الفضل عن العمل الذي قام به مرؤوسه بينما أعطى الفضل عن جهوده هو لمن هم أعلم وفعل ذلك بصورة لبقة وهذه هي طريقة ممارسة اللعبة